موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم تلقى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هذه رئيس الجمهورية برقية تهنئة من أخيه رئيس دولة فلسطين محمود عباس هنأه فيها بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1440 للهجرة وقال الرئيس الفلسطيني في البرقية يسعدنا بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أن أتقدم لفخامتكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسم شخصيا من خلالكم لحكومتكم الموقرة ولشعبكم الشقيق بأطيب التهاني القلبية متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة ولبلدكم وشعبكم الشقيق المزيد من التقدم والزهار ولشعوب أمتنا كافة الخير واليمنى والبركات واستعادة أراضيها ومقدساتها السليبة أشهد رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر بالانتصارات العسكرية النوعية التي حققها الجيش الوطني ممثلا بألوية العمالقة والمقاومة الوطنية بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي في هزيمة الميليشيا الانقلابية المدعومة إيرانيا في الساحل الغربي وإحراز تقدم ميداني صوب محافظة الحديدة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء بقائد العمليات لألوية العمالقة في الساحل الغربي العميد أبو الزرع المحرمي للاطلاع على مسجدات الانتصارات الميدانية العسكرية للجيش الوطني والمقاومة الوطنية في جبهة الساحل الغربي وأشهد رئيس الوزراء بالبطولات والتضحيات الوطنية التي تسطرها قوات الجيش ممثلة بألوية العمالقة والمقاومة في عملياتها العسكرية وملاحمها البطولية بدعم وأسناد من قوات التحالف العربي على امتداد الساحل الغربي في طريق تحقيق النصر الناجز باستعادة الدولة والقضاء على أبشع انقلاب إرهابي دموي عرفه شعبنا على مدى تاريخه وأكد رئيس الوزراء أن تحرير محافظة الحديدة وإنهاء معاناة أهلها من الظلم والعبودية الذي تجرعته خلال الأربعة أعوام الماضية على ميليشيا الحوثي أولوية قصوى في سبيل استعادة الدولة والجمهورية ورفع الجوري الذي خيم على شعبنا جراء هذا الانقلاب الدموي والظلم والقهر الذي يمارسه بحق شعبنا الصابر داعيا أبناء تهامة ومختلف أبناء محافظة الحديدة واليمن عامة إلى مساندة قواتنا المسلحة والجيش الوطني والوقوف إلى جانب شرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الربو مصور هذه رئيس الجمهورية للقضاء على هذه الفئة الإجرامية الباغية ولفت إلى أن التضحيات التي تقدمها قواتنا المسلحة في كافة ميادين العزة والشرف لن تذهب سودان وسترسى بدماء أبطالها دعائم الدولة المدنية الحديثة التي يتطلع إليها كل اليمنيين وإنهاء أحلام إيران الإرهابية التوسعية في المنطقة واستمع رئيس الزراء من العميد المحرم إلى شرح مفصل عن طبيعة سير المعارك على امتداد الساحل والجبهات الأخرى والتقدم الميداني الذي يمضي بثبات وعمليات محاصرة أوكار البنشيا وقطع خطوط الامداد عنها بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربي للسعادة الشرعية في اليمن مؤكدا أن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا من السيطرة على خطوط امدادات العدو الذين يعيشون انهيارات متسارعة وترحم رئيس الزراء على الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن واستعادة الدولة والجمهورية وقال إن تضحياتهم ستظل خالدة في وجدان كل يمني حر كما سيخلد تاريخ بطولاتهم في أنصع صفحاته واصفا إياهم بثوار سبتمبر الجدد الذين سينتصرون لأهداف ومبادئ ثورة السادس من سبتمبر الخالدة التي أنهت حقبة محشة من عهد الإمامة البغيض وطوت صفحاتها السوداء إلى الأبد وأسست لدولة الجمهورية والديمقراطية والحرية والعدالة والمواطنة والدولة التي لا سيد فيها ولا عبد وأضاف أن الحرب لم تكن خيار الحكومة الشرعية يوما ولكنها فرضت عليها بسبب الانقلاب الحوثي الدموي على الدولة ومؤسساتها ورفضها لكافة الحلول التي قدمنا خلالها تنازلات عدة من أجل التواصل إلى حلول عادلة تنهي الحرب ومعاناة شعبنا وتؤسسه لسلام مستدام وفقا للمرجعيات الثلاثة الملزمة محليا وأقليميا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 22-16 إلا أن الميليشيا رفضت كل الحلول لأن قرارها ليس بيدها وإنما بيد أعداء العرب إيران وحزب الله من جانبه أكد العميد المحرم أن قوات الجيش ممثلة بألويات العمالقة والمقاومة يشترحون التضحيات والبطولات لدحر العدو هزيمته وتطهير الأرض بمعنويات عالية وهممهم تعانق الجبال لتحقيق النصر الكبير بتحرير كل تراب الوطن إلى جبال مران وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري محافظ الضالع علوى الركن علي مقبل صالح وخلال اللقاء استمع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية من محافظ الضالع إلى جهود قيادة السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية في تقديم الخدمات للمواطنين معالجة أوضاعهم وما تبدله من جهود ملموسة للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجهها وفق الإمكانيات المتاحة أمامها وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أن الحكومة الشرعية تبدل جهودا كبيرة لتطبيع الأوضاع الخدماتية والأمنية في مختلف المحافظات المحررة من الانقلابيين وفي مقدمتها محافظة الضالع ومعالجة الأوضاع المشكلات التي أفرزتها النتائج الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي إثر انقلابها على شرعيات الدستورية وأشهد وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بالجهود التي تبدلها قيادة السلطة المحلية والأمنية في محافظة الضالع في عدد من الجوانب والمجالات المتعلقة بالخدمات والأمن والاستقرار داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير كافة احتياجات المواطنين بالمحافظة مؤكدا أن الحكومة الشرعية ستقف إلى جانبها لتحقيق ذلك من خلال تقديم كل أوجه الدعم والاهتمام للنهوض بمختلف جوانب الحياة بالمحافظة من جانبه ثمن محافظة الضالع اهتمام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بمحافظة الضالع ومتابعته المستمرة لقيادة المحافظة ومساندتها لتقوم بدورها الوطني الملقى على عاتقها تجاه المواطنين في هذه المرحلة ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري في العاصمة الماقة عدن محافظة تعز الدكتور أمين أحمد محمود لأوضاع الخدماتية والأمنية والعسكرية بالمحافظة وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أن القيادة السياسية موثلة بفخامة رئيس عبد الرب ومنصور هادي رئيس الجمهورية تضع محافظة تعز ضمن أولوياتها في خططها العسكرية لاستكمال تحريرها من ميليشيا الانقلاب الحوثي وبسط سيطرة الشرعية عليها بالكامل وتخليص مواطنيها من بطشهم وعبثهم وما سببته لهم من معاناة جسيمة أحالت بحياتهم إلى جحيم ولفت إلى أن الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد أبناء تعز من خلال الحصار والقصف العشوائي لمنازلهم بمختلف الأسلحة التي أودت بحياة كثير من الأطفال والنساء وكبار السن نهيك عن غيرها من الانتهاكات الجسيمة التي أظهرت بشاعة هذه الجماعة الميليشياوية وبشاعة مشروعها الدموي التي تحمله لأبناء شعبنا اليمني مؤكدا أن بتحرير تعز سينتهي كل ذلك وسعود أبناؤها لممارسة حياتهم الطبيعية التي تليق بتضحياتهم الجسام وشدد الميسري على أهمية تضافر جهود مختلف القوى السياسية والمجتمعية من أبناء تعز إلى جانب السلطة المحلية ومساندة جهودها لانتشار المحافظة من أوضاعها التي خلفتها الحرب العبثية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المحافظة وتطبيع الأوضاع فيها وعودة الحياة لمدنها المحررة وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة الشرعية تول اهتماما خاصا بمحافظة تعز في تقديم المشاريع الخدماتية والتنموية كغيرها من المحافظات المحررة مشيرا إلى جهود قيادة وزارة الداخلية ومساعيها في إعادة تفعيل دور مختلف الأجهزة الأمنية وتقديم كافة أشكال الدعم لتقوم بدورها الملقاة على عاتقها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة والحفاظ على السكينة العامة لمواطنيها والسلم الاجتماعي وأشهد بالأدوار البطولية والتضحيات الجسام التي تسطرها قوات الجيش الوطني في مختلف جبهات العز والشرف بتعز لتحريرها من الحوثيين وبسط سيطرة الدولة على كل شبر منها بمساندة وبدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ذلك وضع محافظ محافظة تعز نائبها رئيس الوزراء وزير الداخلية أمام صورة موجزة لمجمل الأوضاع الخدماتية والأمنية والعسكرية وآخر مستجداتها وتطوراتها وجهود قيادة السلطة المحلية لتطبيع الأوضاع مسارضا بعض الإشكاليات التي تعترضها لتنفيذ مهمها على أكمل واجب وسبل التغلب عليها متطرقا إلى جهود اللجنة الرئاسية في تنفيذ مهمها باستلام المقرات الحكومية والعمل على تهدئة الأوضاع وتطبيعها وثمن جهود نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووقوفه الجاد إلى جانب أبناء تعز ومتابعة أوضاعهم في شدة مجالات الحياة مؤكدا أن أبناء تعز يقفون إلى جانب القيادة السياسية مثلتا بفخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية لدحر قوالي القلاب من كل شبر في اليمن وبناء اليمن للتحدي الجديد حضر اللقاء مدير مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية علي أبو بكر عشال شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري على أهمية اطلاع الشرطة العسكرية بمحافظة لحجة بتفعيل دورها وبذل مزيد من الجهود لما مشانه حماية الأمن والاستقرار واستتبابه في محافظة لحجة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة عدن قائد الشرطة العسكرية محافظ لحجة العقيد الصبري عبد طاهرة وفي مستهل اللقاء استعرض قائد الشرطة العسكرية محافظ لحجة المهام التي يقوبها أفراد وضباط الشرطة العسكرية بلحجة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في محافظة لحجة والمتطلبات والاحتياجات الضرورية التي من خلالها يمكن من خلالها بذل مزيد من الجهود في عمل أفراد وصف ضباط وضباط الشرطة العسكرية لما مشانه حماية المصالح الخاصة بالوطن والمواطن من جانبه أشهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالجهود التي يبدلها قيادة ومنتسبوء الشرطة العسكرية في محافظة لحجة في العمل على استثباب الأمن والاستقرار وتوطيد السلم الأهلي والاجتماعي في محافظة لحجة التي تعتبر البوابة الرئيسة للعاصمة عدن كنقطة مرور استراتيجية نهمة وقال الوزير الميسري إن وزارة الداخلية عاملتها ستعمل على إلاء كافة أوجه الرعاية والاهتمام بالشرطة العسكرية بلحجة تنفيذ لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالاهتمام بتطبيع الأوضاء في محافظة لحجة وكل المحافظات التي تضررت من كارثة الحرب التي فرضها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على شعبنا اليمني وحث وزير الداخلية قيادة ومتسبية الشرطة العسكرية بمضاعفة الجهود لحماية أمن واستقرار محافظة لحجة لما له من انعكاسات أخرى على أمن واستقرار العاصم عدن وفي ختام اللقاء شكر قائد الشرطة العسكرية بلحجة جهود نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في دعم الشرطة العسكرية بلحجة وتواصله المستمر معهم وتذليل كافة الصعوبات العراقيل التي تواجوهم في القيام بتأدية مهامهم الأمنية واجباتهم اللازمة تجاه الوطني والمواطن شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري على ضرورة تفعيل دور قوات الأمن الخاصة في محافظة الحديدة مؤكدا أن قيادة وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بإعادة إعمار البنية التحتية للمؤسسات الأمنية في المناطق المحررة من محافظة الحديدة التي تعرضت للدمار جراء الحرب التي شنها الانقلابيون وإعادة تفعيل أدوار ومهام مختلف الأجهزة الأمنية فيها وفي مقدمتها قوات الأمن الخاصة جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن قائد قوات الأمن الخاصة في محافظة الحديدة العقيد صادق عطية ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى أن قيادة وزارة الداخلية ستعمل على تأهيل كوادر ومنتسبي قوات الأمن الخاصة في الحديدة لتكون قادرة على القيام بمهامها الوطنية في حماية الأمن والدفاع عن مقدرات الوطن بما يصبه في مصلحة المواطنين في المناطق المحررة واستمع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري من العقيد صادق عطية إلى متطلبات واحتياجات قوات الأمن الخاصة بالحديدة من تجهيزا لمعسكرها ورفضها بكافة المعدات والآليات العسكرية التي تمكنها من القيام بمهامها في تأمين المناطق المحررة بالمحافظة مبديا استعداده في تقديم كافة أشكال الدعم والاحتياجات لقوات الأمن الخاصة في محافظة الحديدة وتأهيل معسكرها الخاص بكل احتياجاته اللازمة أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بدعم وحجم المهام التي يقوبها أمن مطار عدن الدولي لخدمة الوطن والمواطنين وشدد نائب رئيس الوزراء خلال لقائه مدير أمن مطار عدن الدولي العميد عبدالله قائد كرعون على ضرورة تحسين وتطوير مستوى الأداء ورفع الكفاءة واليقظات الأمنية لما له من أهمية على حماية الأمن والاستقرار وتقديم خدمات جليلة للمسافرين من وإلى العاصمة المؤقتة عدن واستمع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية من مدير أمن مطار عدن الدولي إلى شرح المفصل حول طبيعة المهم التي يؤديها أفراد وضباط أمن مطار عدن والجهود التي تبذل من قبلهم لتأمين المطار والحماية الأمنية له وتطرق إلى الاحتياجات التي يتطلبها منتسبوا أمن المطار لتأدية واجباتهم ومهمهم الأمنية على أكمل وجه وحث وزير الداخلية على أهمية تفعيل وتعزيز دور أفراد الأمن في رفع أدائهم ويقظتهم الأمنية ولفت إلى ضرورة مضاعفة جهودهم من أجل حماية المطار والاستباب الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم أشهد وزير الخارجية خارد اليماني بالدور الهام الذي لعبته وتلعبه منظمة التعاون الإسلامي في دعم الشعب اليمني في معركته التي يخضها ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية في كافة المجالات ومنها في مجال المساعدات الإغاثية والإنسانية جاء ذلك خلال زيارته لمقر منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية تلبية للدعوة التي وجهها له الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين وأكد اليماني أن ما تقدمه المنظمة من دعم ومساندة لليمن سيظل حاضرا في وجدان وذاكرة أبناء الشعب اليمني مثمنا الجهود التي تبدلها المنظمة وأمينها العام الدائمة للحكومة الشرعية مثالة بفخامة الرئيس عبد الربام مصور هادي رئيس الجمهورية واستعرض وزير الخارجية خلال لقائه الأمين العام للمنظمة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود عملية السلام في ضوء فشل مشاورات جينيف الأخيرة جراء تعطيل الإنقلابيين لها والتطورات على الجبهات العسكرية بالإضافة إلى جهود منظمة التعاون الإسلامي في دعم الحكومة الشرعية من جاربها كدى دكتور العثيمين موقف المنظمة الثابت والداعم لليمن وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ودعم الحكومة الشرعية من أجل إسقاط الإنقلاب والسعادة الدولة والعودة إلى العملية السياسية وتحقيق الأمن والسلام المستدام على أسس المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 22-16 وأشار أمين عام المنظمة إلى الجهود المبذولة لتفعيل عمل لجنة الاتصال الخاص باليمن والتحضيرات الجارية لعقد اجتماعها القادم المزمع عقده أشار الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حضر اللقاء سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية والمندوب الدائم لدى المنظمة الدكتور شايع الزنداني والقنص العملي بلادنا في جدة السفير علي العياشي ورئيس دائرة مكتب الوزير السفير أحمد عبد الله ناجي كما حضرها مساعد الأمين العامل المنظمة لشؤون السياسية السفير عبد الله عالم ومدير الإدارة العربية السفيرة نوريا الحمامي ومدير الديوان في المنظمة الدكتور عبدالله الطائر ومستشار الأمين العام السفير يوسف الضبيعي أكد وزير الخارجية السعودية عدل جبير حرص المملكة العربية السعودية على وحدة واستقرار وأمن اليمن وشعبه الشقيق مشددا على أن المملكة لم تبخل في تقديم كافة المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب اليمني سواء عن طريق مركز الملك سلمال الإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياضة أو عن طريق منظمات الأمم المتحدة أو المراكز التي أسستها المملكة لتوصيل المساعدات الإنسانية لليمن وإعادة الإعمار في اليمن وقال جبير في تصريح صحفي على هامش اختتام أعمال اجتماعي الدورة المئة وخمسين العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت بالقاهرة أن المجلس الوزاري أكد رفضه والسنكاره شديد لتدخلات الإيرانية السلبية في شؤون دول المنطقة وأهمية التصدي لهذه التدخلات ولإشعالها الفتن الطائفية ودعمها للإرهاب سواء عن طريق حزب الله الإرهابي في لبنان أو ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية في اليمن وغيرها من المنظمات الإرهابية في البحرين وأشار جبير إلى أن المجلس الوزاري استنكر مد الإيرانيين للميليشيات الحوثية الإرهابية بالصواريخ الباليستية التي استخدمت لإطلاقها على المدن والقرى في المملكة العربية السعودية لافت لاتباه إلى أن أحد هذه الصواريخ استهدف قبلة المسلمين وهذا الأمر استنكره العالم العربي والإسلامي أجمع ولفت إلى أن الميليشيا الحوثية تتحمل مسؤولية استمرار الصراع في اليمن وقال الحوثيون لم ولن يستجيبوا لأي جهود للوصول إلى حل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 22-16 أعرب منذوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك عن أسفه أن يتم استخدام توصيف غير دقيق وعبارات فضفاضة لتبرير سلوك من الشي الحوثي الإنقلابية وفرض شروط مسبقة لعرقلة مشاركتهم في كل جولة من جولات السلام وقال في بيان الجمهورية اليمنية الذي قدمه أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في اليمن إن أي تماهن أو عدم دقة في توصيف ما حصل أو يحصل في اليمن لن يساعد مطلقا في إنهاء هذه الأزمة لأن ما حصل ببساطة ليس صراعا بين أطراف كما يرغب البعض في توصيفه بل إنه انقلاب على شرعية دستورية تم انتخابها بأغلبية ساحقة من أبناء الشعب اليمني بعد تسوية سياسية جامعة أعقبها حوار وطني شامل إنه انقلاب قادة جماعة عقائدية مسلحة تستعلي على اليمنيين وتؤمن بأحقية حكمهم وفقا لنظرية الاستفاء الإلهي وأضاف لذلك منذ اليوم الأول للانقلاب لم تسع هذه الجماعة لإسقاط الحكومة أو حتى الدولة فحسب بل عملت على ضرب أسسها وتغيير ملامحها الوطنية ودابت على تنفيذ برامج عقائدية ذات طابع سلالي وطائفي تستهدف تغيير قواسم التعيش بين اليمنيين وتدمير نسيجهم الاجتماعي وضرب ثوابتهم الوطنية وأردف قائلا لقد أكدت حكومة بلادي وقبل توجه وفدها إلى جنيف على ضروة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة التي سبق وأن تم الاتفاق عليها في مشاورات بيل في العام 2015 مع ضروة التركيز على الجانب الإنساني كالإفراج عن المعتقلين والأسرة وضمان تدفق المعونات الإنسانية دون أي تدخلات أو عرقلت ومناقشة التدابير التي مشانها بناء قدرات البنك المركزي اليمني للتخفيف من وعنات المواطنين والتمكن من استئناف عملية دفع المرتبات وتفاعلت الحكومة بإيجابية معهودة مع هذه القضايا مع مكتب المبعوث الخاص وأوضح السفير بن مبارك أن الحوثيين يحاولون فرض شروط مسبقة لعرقلة مشاركتهم في كل جولة من جولات السلم وتقويض جهود المبعوث بافتعال أزمات ومارسات تعطيلية بالرغم من كل المرونة والتسهيلات اللجسية التي قدمها مكتب المبعوث الخاص وتحالف استعادة الشرعية في اليمن ومارسة التحالف لأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد الذي قبل باستمرار إطلاق الصواريخ البلسية على المدن الأهلة بالسكان في اليمن والمملكة وكرر دعوة الحكومة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الوقوف أمام مسؤولياته المباشرة في تنفيذ القرارات الدولية وأجبار هذه الجماعة الانقلابية على الخضوع لإرادة أبناء الشعب اليمني ورغبات المجتمع الدولي للتوصل إلى سلام مستدام مبنيا على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخالجية وآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسي القرار 22-16 طالب مجلس الأمن الدولي من المبعوث الأممي طلاع عن كثب تطوراته في اليمن لتمكين المجلس من اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم التسوية السياسية مجددا مطالبته بالتنفيذ الكامل لجميع قراراته بشأن اليمن بينها القرار رقم 22-16 وأعرب المجلس في بيان عقب جلسته للستثنائية المخصصة لمناقشة الوضع في اليمن عن أسفه لعدم حضور وفد ميليشيا الحوث الانقلابية إلى مشاورات جنيف رغم جهود الأمم المتحدة ودول أخرى للتعاطي مع شواغلهم مرحبا في ذات الوقت بحضور وفد الحكومة إلى جنيف وحث جميع الأطراف على دعم العملية التي يقودها المبعوث الأممي فيما يتعلق بإجراءات بناء الثقة والانخراط في أي مشاورات في المستقبل بنية حسنة وانتهاز الفرصة لخفض التوتر وأكد المجلس دعمه لاستمرار جهود المبعوث الأممي من أجل بناء الثقة بين الأطراف مؤكدا أن الحل السياسي هو الوحيد الذي يمكنه إنهاء الصراع والتخفيف من المعاناة الإنسانية وجدد مجلس الأمن التأكيد على التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه أكدت دولة الكويت على أهمية طلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في إجبار ميليشيا الحوثي الانقلابية على التنفيذ الكامل لقرارات المجلس بما يحقق أمن واستقرار اليمن وتغريب الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخالجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات صلة وخاصة القرار 22-16 وقالت الكويت في كلمتها بجلسة مجلس الأمن حول اليمن التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي إن تغيب ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غير المبرر عن مشاركة في جولة مشاورات جنيف حول اليمن كان بمثابة حلقة في مسلسل انتهاكاتهم المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وعدم التزامهم بقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرار مجلس الأمن ذات الصلة وضفها لقد استمعنا خلال إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث التي تقدم بها حول جهود الأمم المتحدة الرامية لعقد جولة المشاورات للأطراف اليمنية في جنيف التي للأسف لم يكتب لها النجاح نظرا لتعمد غياب الانقلابيين على المشاركة فيها رغم توافر جميع الظروف الملائمة لعقدها ومحاولة عدد من الأطراف تذليل العقبات كافة لضمان مشاركتها وأشار العتيبي إلى أن جولة المشاورات رغم عدم عقدها أثبتت من هو الطرف الساعي للحل السياسي السلمي المرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والطرف الذي لا يرغب في إحراز أي تقدم بالعملية السياسية في اليمن ويعمد من خلال استغلاله لجهود الدولية والإقليمية الرامية لتغليب الحل السياسي إلى تعميق أثار الأزمة وإطالة أمدها دون أي اعتبار للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني الذي يتطلع لحياة يسودها الأمن والاستقرار وجدد دعم دورة الكويت للجهود التي يبدوها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن التي تعكس الرغبة الدولية في إيجاد حل سياسي للأزمة المرتكزة على المرجعيات الثلاث وبما ينهي المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ويوقف التهديدات للأمن الدولي والإقليمي بما في ذلك السمرار من الشلحوثي باستهداف مدن المملكة العربية السعودية الآهلة بالسكان بصواريخ الباليسية وتهديدها لسلامة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصلت قوات ألويات العمارق التابعة للجيش الوطني التقدم باتجاه كيلو ستة عشر بعد سيطرتها على خط كيلو ستة عشر عقب معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية بمحافظة الحديدة وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش سيطرت على الخط الرئيس حتى قوس النصر مع استفرال الاشتباكات وتمشيط للطيران على طول الطريق حتى كيلو ستة عشر شرقا وشارع الخمسين شمالا والسدف طيران تعزيزات حوثية وكافة الحواجز والمتارس والحاويات التي وضعت لقطع الطريق على امتداد شارع الخمسين حتى جولة الأقرع وتصعد عميدة الدخان على امتداد الشارع مدخل مدينة الحديدة وفي السياق أكد مصدر ميداني مصرع القيادية الحوثي أبو تمام مشرف الحوثيين بكيلو ستة عشر في غارة لطيران التحالف العربي وكانت قوات الجيش أعلنت سيطرتها على خط كيلو ستة عشر بمحافظة الحديدة وقال المركز الإعلامي لألويات العمالقة على تويتر إنه تم السيطرة على خط كيلو ستة عشر وقطع خط الحديدة صنعا وتخوض قوات العمالقة في الأثناء معارك عنيفة ضد الميليشة الإنقلابية وتستعد لاقتحام أحيى المدينة تمكن رجال المقاومة الشعبية من التصدي لمحاولة تسلل لعناصر ميليشة الحوثي الإنقلابية في مدرية إذيناء بمحافظة البيضاء مصادر ميدانية أكدت الشباكات عنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت بين رجال المقاومة الشعبية وعناصر من ميليشة الحوثي الإنقلابية حاولت التسلل إلى مواقع المقاومة في منطقة مسعودة وأكدت المصادر أن الرجال المقاومة تمكنوا من دحر تلك الميليشة بعد أن سقط منهم عدد من القتلى فيما لاذا البقية بالفرار مخلفين جثث قتلاهم وراءهم في نهاية هذه النشرة مشاهدين الكرام لكم أطيب التحايا في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر